السؤال اللي بيتكلم ما هو السفر المبيح للإفطار في رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السفر اللي بيبيح هو السفر اللي العلماء سموا سفر وبيه بيقصر الصلاة اللي هو تقريبا أكتر من 80 كيلو اللي هم حطينه في كتب الفقه زمان 16 فرسخ والجماهير أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية على استحباب الصيام في السفر لو لم يكن فيه مشقة واحد مسافر مثلا 80 كيلو بعربية مكيفة مسافرهم بالطيارة في ربع ولا في نصف ساعة قالوا لي يستحب أنك أنت تصوم لكن لو فطرت أنت واخد بالرخصة أما الإمام أحمد والإمام ابن حزم الظاهري فقالوا لي يستحب الفطر أي أن كان نوع السفر اللي مسافروا مهما كان مريح لو سمحت افطر وخد الرخصة وأخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر والجمهور العلماء أخذوا بحديث سيدنا حمزة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ولا صوم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وكأنهم نظروا فقالوا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا يعني زي ما أنت عايز برحتك فقالوا إيه فالأولى الصيام الأولى فعل الطاعة اللي هي الفريضة لأن الصيام ورمضان شهر واحد في السم فالجمهور لو السفر سهل صوم أحمد بن حنبل وابن حزم لو السفر سهل افطر وده أمر خلافي يعمله اللي أنتو عايزينه الأسهل ليك اللي يخلي قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى وكلاهما أئمة والخلاف العلم قالوا تاخد فيها الأريح والأقرب لألبك اشتركوا في القناة